نرجع لأخبار النادي الأهلي وزي ما قلنا هيبقى دايما معانا أخبار قرطة اليد في الأول عشان دايما هنقدر ننوه إن عندنا حدث مهم في يناير القادم وهو كأس العالم اللي بيقام على أرض مصر كأس العالم بمشاركة 32 فريق فطبعا اليد معانا مكمل اليد معانا ومكمل لغاية شهر يناير اللي جاي وبعد كده لأن الحقيقة اليد أصبح هو اللعبة الشعبية التانية نتائج وكل شيء رجال اليد هزموا الظهور كان فيه مباراودية هزموا الظهور بنتيجة 36-24 طبعا كابتان طارق محروس ما زال وكمان لو تفتكروا في التقرير اللي فات طبعا دي الأقطات من الحصرية طبعا من المباراة قالنا إن أنا ههمش بالتوازي مع اللعيبة التسعة اللي راحه المنتخب ما ينفعش أنزل مع اللعيبة الموجودة معايا عشان لما يرجعوا التسعة ينضموا للفريق إنه يكون الفريق جاهز ويبقى عنده مفيش فرق زي ما قلوه سرعات كابتان طارق محروس مستني وإحنا كمان مستنيين قرار الاتحاد تحقق اليد حتى الآن مخدش قرار وهيستني في الموسم ولا لا كلنا في تراقب ومستنيين إحنا جاهزين وبنتمرن صفقاتنا جاهزة أمورنا ماشية ومستنيين اللي هيحصل من اتحاد اليد لعبنا إحنا جاهزين المبرايتين بتوعنا نادي تلاقي الجيش ونادي الزمالك وإن شاء الله كل الدعم للفريق كورتلي